شوف لما تكون دولة نظامها ضعيف مبني كل أموره مش على رؤية التحالف الاستراتيجي ورؤية المصالح والمصالح المضادة والمصالح المتبادلة ما نقولوش المصالح المضادة بل المصالح متبادلة في هذه الحالة يعني أنه كدولة عندي حق نعلن موقع ندعو إلى التعقل وإلى شيء فالجزائر ما تستطيع الآن أن تغذب الروس ولا تغذب الغرب فهي لن تستطيع أن تغذب أي طرف لأنه كل طرف معها مصرحة مش أنها الجزائر كدولة عندها حلف استراتيجي لأن الجزائر هي دولة مؤثرة من المفروض دولة غنية بالغاز والنفط من المفروض رهي دولة مؤثرة في القناة الدولي أنها تتخذ مواقفها ولا تنتظر أن يغذب فلان ولا علان لأنه كل المصالح الأخرى رهي عندي لكن للجزائر غذائها من الغرب وسلاحها من روسيا وروسيا عندها مواقف ما تتماهى إلى حد ما في مسألة الصحراء الغربية لذلك لا يستطيع النظام الجزائري أن يعلن أي موقع هذا من جانب أيضا الهشاشة الداخلية الموجودة للنظام النظام الجزائري نظام هش داخليا حقيقة وعضعفه الحراك كما قال ماكرو هذه الحقيقة في ظل وضعه الداخلي في ظل الممارسات التي مارسها القمع وهي ممارسات كلها مدانة ضمن الإطار الدولي وقد تتحول إلى ملفات يخنق بها النظام يعني اليوم الغرب يستطيع عاود يفتح ملفات التسعينات لأن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم هناك قضية في سويسرة تخص خالد نزار وتستطيع أن هذه القضية تكبر وتشمل ناس كبار وما زالوا صنع القرار الآن في المؤسسة العسكرية يقدروا يمددوها ووسعوها لذلك النظام راه في حراج كبير لذلك لم يجد من خيار إلا الصمت ولا شيء يدعوه إلى التسرع في إعلان موقف هذا الحقيقة يعني أنك تلتزم الصمت في حادثة معينة ما كانش شيء يجبرك أنك تسارع بموقف ما ففضلوا أنهم يقعدوا يتفرجوا والأحسن لهم ولصالح مصالحهم أنهم يبقوا بلا موقف لا يغضبوا هذا ولا يغضبوا هذا ولكن أحيانا الصمت قد تغضر لأنه لما يكون الأمر يتعلق بحق وباطل الصمت هنا خدمة للباطل لأن المسألة راهي مش مسألة خلافات سياسية وكذا المسألة مسألة فيها حرب هناك عدوان روسيا على أوكراني من ناحية المبدأ أن الجزائر من مبادئها أنها دائما أنا أكلم لكم بكل حيادية تامة أنها دائما تدعو إلى الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار وليس عبر الحرب باستثناء قضية البوليزاريو هذه راهي تدعو فيها إلى الحرب هذا شأن آخر ولكن على العموم الوجه العام للسياسة الخارجية الجزائرية تنبني على هذا الأمر أنه لا يجب أنه لجوء إلى الحلول الأمر الثاني ضرورة عدم المساس واحترام بل احترام سيادة الدول ما يجب أن يكون هناك عدوان ومساس بسيادة الدول وأيضا عدم التدخل في شؤونها الداخلية ولكن الذي حدث في أوكرانيا روسيا غزت أوكرانيا تدخلت فيها مست بسيادتها الآن تقصف فيها عسكرية معناها اعتداء معلن وصريح على سيادة أوكرانيا هذا يتنافى مع مبادئ الدولة الجزائرية لكن الجزائر هنا راهي حائرة ما بين المصالح والمبادئ المبادئ تقول أنها من المفروض مبادئ الدولة الجزائرية ودين روسيا لكن هذه المبادئ راح تقابلها مصالح أخرى لو تقوم الجزائر بإدانة روسيا راح تخسر الأمور كثيرة خاصة أني تحدثت لكم من قبل أنه كثير من الصفقات العسكرية شابها الفساد والروس على بالهم وكثير من المسؤولين الأمنيين عارفين واش داروا في فنادق موسكو وكل الضباط الكبار كل تكونوا ثم وتاريخهم أسود هناك وعندهم ملفات عند الكاجيبي ولا حويجي جين هارو نحكو عليهم وهذا كلام ما نحكي فيها كذاك عشوائيا هذه معلومات كبيرة المهم ليس هذا وقت مش نحكو في هذا الموضوع